يوماً تلو الآخر أصبحت أخبار استقالات كبار المسؤولين في جيش الاحتلال حاضرةً ومتدولةً في وسائل الإعلام كافة وآخرها ما كشفته وسائل إعلام إسرائيلية أن يوسي سارئيل قائد الوحدة 8200 وهي وحدة تابعة للاستخبارات العسكرية قدم استقالته لرئيس هيئة الأركان هيرتسي هاليفي بسبب تقصيره في هجوم السبع من أكتوبر وأكد في رسالة استقالته أنه لم يقم بالمهمة كما توقع وكما توقع المسؤولون الإسرائيليون تزامناً قدم عدد من قيادات الاحتلال الإسرائيلي استقالتهم وآخرهم قائد الشرطة في الضفة الغربية تخوفاً من انفجار الوضع في الضفة جراء شغب المستوطنين والعمليات العسكرية المكثفة والمستمرة وتصريحات وزير الأمن القومي إطمار بنخفير واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى وسعيه لتغيير الوضع قائم فيه موجة الاستقالات الإسرائيلية على مستوى العسكريين شهدت خلال شهر واحد استقالة كل من قائد وحدة التحقيقات وقائد لواء الشمال وقائد لواء الضفة الغربية وهم من أهم مفاصل الشرطة الإسرائيلية ليأتي هاليفي واضعاً مسماراً في نعش إسرائيل بإعلانه وفق وسائل إعلام إسرائيلية اعتزامه تقديم استقالته نهاية العام الجاري وسط حالة من الفشل العسكري والسياسي في تحقيق أهداف الحرب لتعكس الاستقالات المستمرة حالة من التدهور والتآزم داخل إسرائيل على المستويات كافة وتشير بوضوح إلى خلل كبير في حكومة نتنياهو وجيشه وسياساتهما على أرض المعركة التي تثبت كل يوم أن الاحتلال راحل لا محالة